السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع درس جديد من دروس الإحصاء والاحتمالات وهو التمثيل التمثيل بالساق والورقة راح نتناول هذا الدرس من خلال مثال مباشر ليكن لدينا مجموعة من البيانات وهي عبارة عن أرقام وليكن لدينا الرقم 20 15 10 20 23 والرقم 6 والرقم 8 والرقم 10 هذه الأرقام هي عبارة عن أرقام مكونة من أحد و عشرات فقط وبعضها مكون من الأحد فقط كيف نبدأ عملية تمثيل هذه البيانات بالساق والورقة راح يكون التمثيل بهذه الكيفية نوضع خط بهذه الطريقة وهنا يكون عندي خط بهذه الطريقة على اليسار راح يكون عندي الساق على اليمين راح يكون عندي الورقة بهذه الكيفية هنا الآن راح نوضع هذه الأرقام نمثلها باللون الأصفر داخل هذا التمثيل له الساق والورقة كيف نصنف هذه الأرقام إلى ساق وورقة ليكون لدينا الرقم على سبيل المثال الرقم 29 هذا الرقم 29 29 هذا مكون من الآحد التسعة والعشرات الرقم اثنين الآحد يسمى ورقة أي آحد نسمي وين ورقة والعشرات يسمى ساق المنزلة الأكبر هي الساق والمنزلة الأصغر هي الورقة بشكل عام يعني قد يكون مثلا جلي أرقام بالمئة فهنا نتعامل معه بكيفية أخرى يعني ما تحت المئة يكونوا أوراق ولو كان عندي الرقم مليون المليون هو الساق وما تحته يكون ورقة في هذا المثال الأرقام مكونة من منزلتين من آحد وعشرات فالعشرات هي الساق نرجع للمثال راح نبحث في هذا المثال عن أصغر عدد وأكبر عدد أصغر عدد كما هو واضح هو الستة وأكبر عدد هو الثلاثة وعشرين الساق لجميع الساق لجميع الأرقام الأحاد من الواحد إلى التسعة يعني هذه الأرقام واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة كل هذه الأرقام الساق لها هو الصفر الساق اللي إليها كم؟ صفر فراح نبدأ الآن بهذه الأرقام الموجودة في البيانات الموجودة عندي وراح نشوف وين اللساقها صفر احنا راح نبدأ بالترتيب اللساقها صفر تكون هذه هي الأرقام من الواحد إلى كم؟ إلى التسعة أصغر عدد هو الستة فنكتب هنا ستة إذن عندي الرقم ستة هذا الآن لو جينا نقرأ ستة واضحة ثم نجي هل السبعة موجود غير موجود الثمانية موجود نعم نضيفها مباشرة بعد الستة بعد الستة بهذه الكيفية ثم نشوف فيه أرقام بعد إلى التسعة لا يوجد إذن انتهينا من تمثيل العدد ثمانية والعدد ستة نحدفهم لأننا استخدمناهم ننتقل الآن إلى الساق الأول الساق الأول طبعا الساق الأول هي الأرقام من عشرة إلى تسعة عشر من العشرة إلى تسعة عشر نشوف أصغر عدد موجود في هذه الأرقام موجود عندي العشرة حدفنا واضح الآن ناخد العشرة الثانية شوف هذا عندي عشرة ثانية فلازم نحط صفر أيضا وشو صفر آخر نحط صفر آخر وراح نقول نشوف الرقم الآخر خمسطعش بعده يجي كم الخمسطعش موجود عندي 11 12 13 14 غير موجود عندي خمسطعش الورقة للعدد خمسطعش هي الخمسة هذه الخمسة والساق واحد خمسطعش ثم عندي لا يوجد عندي شي فننتقل الآن إلى الساق رقم الثنين يعني العشرين من عشرين إلى تسعة وعشرين في عندي العشرين وكرر كم مرة مرتين العشرين الورقة الليلة العشرين هي الصفر فإذا نحط هنا كم صفر صفرين بهذه الكيفية ثم ننتقل الآن إلى رقم آخر من ضمن العشرينات سوف سوف العدد ثلاثة وعشرين هذا هو آخر واحد الورقة هي كم ثلاثة سوف نتأكد الآن أن الأرقام الموجودة عندي كم عددها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية أرقام نتأكد الآن في التمثيل هل هي ثمانية أرقام أم لا نحسب هذا الرقم الأول ستة ثمانية شوف هذا الرقم عشرة عشرة خمسة خمسة أرقام إلى الآن ثم هنا في عندي ثلاثة أرقام عشرين عشرين ثلاثة وعشرين مجموعة هذه الأرقام ثمانية راح ناخد أي رقم فيهم ونقرأه مثلا ناخد الخمسة مع وين مع الواحد تكتب بهذه الكيفية خمسة ونحط خط بهذا الشكل ونحط له ها وين الواحد هذه تقرأ تقرأ كما يلي نقول لي هادي واش تساوي تساوي خمسة هذه اللي حطيت عليهم مربعين الخمسة والواحد الخمسة هي عبارة عن الورقة والواحد هو وين الساق ننتقل إلى مثال آخر ناخد مثال آخر يكون فيه بيانات أكثر ننتقل للمثال الثاني وليكن لدينا الأرقام يعني ناخد أرقام شوي تكون أكبر آآ ثمانية وستين آآ ثلاثة وستين آآ سبعين تسعة وخمسين آآ ثمانية وسبعين أربعة وستين آآ ثمانية وستين آآ ثلاثة وسبعين آآ والعدد واحد وستين والعدد ستة وستين وآخر عدد هو سبعين إذن عندي هذه الأرقام آآ نحسب هذه الأرقام كم عدد هذه الأرقام نشوف الآن كم رقم موجود عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حد عشر رقم موجود عندي راح نبدأ هذا التمثيل وهو مثل البيانات التالية بالساق والورقة إذن هنا راح يكون عندي الساق وهنا راح يكون عندي الورقة راح نبدأ الآن بتحديد أصغر عدد آآ أصغر عدد في البيانات هو العدد آآ تسعة وخمسين إذن الساق الصغير هو خمسة آآ ثم أكبر عدد عندي هو آآ كما هو واضح هو ثمانية وسبعين على ما أعتقد ثمانية وسبعين صحيح ثمانية وسبعين راح نبدأ الآن أصغر ساق هو الخمسة وأكبر ساق هو آآ السبع آآ راح نكتب الآن الساق خمسة آآ ستة سبع هذا عندي ثلاثة آآ الساق الأول خمسة الساق الثاني ستة الساق الثالث هو سبع راح نبدأ الآن بكتابة الأوراق من أصغر ورقة إلى أكبر ورقة راح نشوف الأوراق آآ اللي تكون ضمن الخمسة آآ عندي تسعة وخمسين فقط تسعة وخمسين تسعة وخمسين فقط للساق خمسة والورقة هي كام الورقة تسعة آآ ثم أنتقل إلى الساق الثاني وهو ستة آآ هل يوجد عندي العدد ستين ستين لا يوجد واحد وستين مرة واحدة الواحد وستين مرة واحدة إذا نكتب له واحد هل الاثنين وستين موجود آآ الاثنين وستين غير موجود ثلاثة وستين نعم موجود ثلاثة وستين مرة واحدة إذن نقول له ثلاثة وستين أربعة وستين أيضاً الأربعة وستين موجود أربعة وستين موجود مرة واحدة هذا هو الأربعة الورقة لأن الستة الساق مكتوب خمسة وستين غير موجود ستة وستين موجود مرة واحدة إذن بيكون عندي ستة سبعة وستين سبعة وستين غير موجود ثمانية وستين موجود مرتين إذن نكتب الثمانية مرتين ورقتين للثمانية تسعة وستين تسعة وستين غير موجود سبعين ننتقل الآن إلى الساق الثالث وهو سبعين سبعين طبعا الأوراق إلا إلى السبعين هي الصفر ورقتين يعني راح نكتب صفرين صفر صفر لأن السبعين مكررة مرتين واحد وسبعين غير موجود ثنين وسبعين غير موجود ثلاثة وسبعين موجودة مرة واحدة إذن هنا راح يكون ثلاثة ثم آخر رقم موجود هو في ساق السبعة هو ثمانية وسبعين الورقة هي كام ثمانية راح نختار أي رقم لقراءة هذه الأعداد راح نختار رقم هو ليكون مثلا الورقة ثمانية مع الساق سبعة تكتب بهذه الكيفية ثمانية نحط خط طويل بهذا الشكل نحط قدامها سبعة وتقرأ ثمانية وسبعين